اهلا بيكم في سلوسلة شر حكما من مجموعة فيديوهات لامر الى syn modèle leven في shell 3 طرق اول طريقة هي من الشريط العلوي هلاقي ايقونة الالم بعنوان لائن لو ضغطنا على السهم اللي ينبع هلا يتتكون من جزء اين جزء خاص بأمر لائن وهو بالخطوط المستقيمة وجزء التاني وهو بعنوان فري هاند خاص برسم الخطوط المتعرك الطريقة التانية يا صديقي انك تروح لقيمة اللارج تولت هتلاقي امر لائن موجود وامر فري هاند لائن ايضا موجود الطريقة التالتة يا صديقي هي انك بتضغط عرف الامر بتفعل معاك تماما اين كانت الطريقة يا صديقي بمجرد ما تضغط على الامر بتلاقي شكل المؤشر معاك اختلف للشكل الالم في ملحوظة بسيطة هحابب اقولها يا صديقي ان لو القيمة دي ايش موجودة معاك تقدر تضغط كليك يمين على شريط الادوات اللي بالاعلى هتلاقي قيمة لارج تولت ست مجرد ما تختارها بتظهر معاك تاني كما هو واضح علشان تبدأ ترسم يا صديقي بتبدأ تضغط كليك وتسحب بهذا الشكل بالماوس بتلاقي الماوس حر معاك ومجرد ما تضغط كليك اخر كده انت رسمت لاي تقدر كمان انك ترسم لاي موازن مجرد ما تختار امر لاي يا صديقي بتقدر تضغط كليك وتسحب بهذه الطريقة وتضغط كليك اخر كده انت رسمت لاي بتقدر كمان انك ترسم لاي من حيث ما انتهيت يا صديقي يعني لو خلصت خط بهذه الطريقة بتقدر تروح لنقطة النهاية بتقدر تكمل رسم عادي جدا هتلاحظ يا صديقي انك لما تضغط كليك وتسحب شكلي الخط معاك بيبقى باللون الاخضر معنى ذلك انك شغال موازي لمحور اكس تضغط كليك تعالى نكمل من هذا اللاين هتلاقي ان الخط معاك باللون الاحمر لو تضغط تكليك هتلاقي اصبح موازي لمحور اكس ده كل اللي عايزين نقوله في الفيديو البسيط بتاعنا ده يا صديقي هنكمل ان شاء الله في الفيديوهات القادمة شكوركم